السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو فلا نتكلم اليوم عن شاب كل الشباب يعرفه وكل الأطفال يعرفونه وأصبح قدوة لكثير من الشباب أنه لماذا أدرس لماذا أتعلم ها هو أبو فلا يلعب القيمات ويظهر الليفات وهو من أغنى الشباب ثم ماذا ثم إلى أين سيصل أبو فلا إذا كان أبو فلا يقول اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الأديان بالله عليك يا أبو فلا تقول هذا الكلام اعتنق الإنسانية الإنسانية معنى أن تكون بلا دين الإنسانية الله عز وجل يقول إن الإنسان كان ظلوما جهولا الله يقول إن الدين عند الله الإسلام انتبهي لولدك من يراقب ومن يشاهد أبو فلا على قدر مشتهر وفيه خير وأنه جمع تبرعات وأنه ساعد وأنه يعطي وأنه سخين إلا أنه يعلم أولادنا الاستهتار يعلمهم التهاون أذكر مرة أن أخا تكلم عنه قال أنه ظهر في مقطع وقال أنا لا يهم منه إذا كنت شيعي أو سني أو كردي أو أي طائفة تكون المهم أنك تتابعني والمهم أنك مشترك بقناتي لا يهمك أي أحد يسب الصحابة لا يهمك أي أحد يقول القرآن مخلوق لا يهمك أي أحد من الشيعة أنت والشيعة إخوان أنت والماتريدية إخوان أنت والأشاعر الذين ينكرون علو الله ويقولون القرآن مخلوق أنت وإياهم إخوان المهم عندك أن يكونوا مشتركين في قناتك ماذا سينفعك كثرة الاشتراكات إن لم تعلم هؤلاء المشتركين الدين إن لم تعلمهم ما ينفعهم إن لم ترشدهم إلى الخير أتحب أن تحشر معهم يوم القيامة فاحذري يا غالية وراقبي ولدك وإن كان ممن يشاهده قلي أنا أعلم أنه لطيف وأن أسلوبه جميل وأنه يظهر عليه أنه طيب وأنه خير لكن عقيدتك ودينك وصلاتك هل يأمرك أبو فلة بالصلاة هل يقول الآن وقت صلاة سأغلق البث وأذهب لأصلي هل يذكرك بالله هل أنك تجد في كلامه استهتارا بأمور الدين ولا يبالي ولا يهتم أبدا بأي شيء يخص الدين فانتبهي يا غالية إلى أبنائك وإلى من يتابع وكوني ذكية في تقديم النصائح لا تهملني أبناءكم النصيحة التي تقولينها اليوم سيتذكرها في أحد الأيام هداهم الله وأصلحهم وهدى الله أبو فلة وجعله قدوة للشباب وجعله شابا يهتدي على يديه شبابنا الضائعين لدينا ما يكفي من الضياء لدينا ما يكفي من الفساد نريد من يصلح نريد من يعمر نريد من يعيد هذا الجيل إلى ربه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته